تحية بك يا أستاذ محمد وبكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان ولسه مستمرين في تخطيطنا لاحتفالات النادي الأهلي بمرور 111 سنة على طبعا تاريخ إنشاء هذا النادي العريق لكن زي ما موجود معك كابتن أحمد بلال وكابتن أمير عبد الحميد وهما أحد النجوم اللي أثروا بشكل كبير جدا في تاريخ النادي الأهلي وسهموا في العديد والعديد من البطولات في تاريخ النادي الأهلي أيضا معايا في هذه اللحظات كابتن محمد شرف وكابتن إسحاق أول وهم أكيد أيضا كاليوم تاريخ مع النادي الأهلي كابتن شرف برحب بك في البداية أهلا أمير إزاع حضرتك برحب بك كابتن سعاد أهلا بك أمير إزاع طبعا في البداية كابتن شرف بنتكلم عن احتفالية النادي الأهلي مرور 111 سنة 111 سنة مليئة بالإنجازات والبطولات في جميع الجوانب بالنسبة لنادي الأهلي حابب تقول إيه في يوم مهم زياد يعني طبعا مبروك لكل جماهير وعشاء النادي الأهلي وطبعا بنتاز الفرصة بقال كثير ما شفت الشحمة ببلال وأمير حبايبي طبعا نجوم المحترمة اللي أسرت في تاريخ النادي الأهلي ودي حمد لله يعني هو ده لما بقاليك تاريخ وليك مرجعية كبيرة الوعب بيفتخر طبعا هو أحد أبناء النادي الأهلي ومتالي كل الجماهير طبعا فرحانة 111 سنة دي حاجة رقم كبير جدا وشعبية كبيرة للنادي الأهلي نتمنى له إن شاء الله بإذن الله البطولات اللي احنا أخذناها الأجيال تيجي بعدين إن شاء الله تاخد بطولات أكتر وأكتر بإذن الله ساعمت في كم بطولة مع النادي الأهلي يا كبت شارب يعني وأنا لعيب 12 ومدرب بقى معدتش لنما كتير شوية يعني حوالي 10 سنين كده كبت محمد شارب المدير الفني لفريق 2001 وأيضا كبت النسحق أو المدرب اللي فريق 2001 ولسه كاسبانين الزمالك بالمناسبة اتنين واحد تقريبا اتنين واحد اه هو الأسبوع اللي فات يعني الحمد لله ربنا قرمنا لألفين واحد كسبنا اتنين واحد وفريق الألفين برضو حصد البطولة وكسب ثلاثة واحد زمالك برض زمالك اه فالحمد لله يعني إن شاء الله تكمل بإذن الله في مورط الكبار بإذن الله وتكمل أفراح النادي الأهلي دايما إن شاء الله جابت النسحق يعني طبعا أكيد عندك كلمات حابب تقولها في مناسبة مهمة زي دي ومرور 111 سنة على تاريخ إن شاء الله طبعا دي مناسبة كبيرة بنسبالنا نادي الأهلي داي أنا بالشكسين يمسيلي كبير جزء من حياتي يعني أنا عشت فيه دوقتي حد دوقتي يجي 18 سنة يعني تخيل واحد مش مصري عايش في نادي الأهلي 18 سنة دا دا يبين ايه يبين واحد في مكان الصح كيان كبير عنده كل مكونات النجاح فلما واحد ربنا يدي له فرصة يكون جزء منه طبعا دي حاجة كبيرة جدا مسيلك يندي الأهلي كابتن سحق دا اللي مسيلي حاجة كبيرة جدا دا يعتبر جزء من أهلي أنا معليش أهلي هنا جيري الأهلي وأهله وأهله فالحمد لله أنا ربنا وفقني بقيت جزء منه جزء من تاريخ دا وإن شاء الله اللي جاي أحسن وأحسن طيب حبيب أيضا تقولي كابتن شرف لكابتن محمود الخطيب وهو ممكن ألقى النهاردة كلمة على أعضاء النادي الأهلي وجمير النادي الأهلي بمناسبة لسعيدة دي طبعا يتمنى له شفاء العاجل ويرجع لبيته تاني وجمهوره كابتن الخطيب طبعا يعني سبب أن أنا واحد مثلا يجيل بتاعي كله حب الكورة بسبب كابتن الخطيب والأجيال اللي بعدية والأجيال اللي قبلية يعني هو طبعا ليه تأثير قوي جدا في الكورة خصوصا وشعبية النادي الأهلي وجمهارية النادي الأهلي احنا كلنا حبنا الكورة وتعلقنا بالكورة وإحنا أطفال بسبب كابتن الخطيب ربينا طبعا يكريمه إن شاء الله ويرجع لنا بألف سلامة وإن شاء الله نجاحات ويكملها وهو العام ومدير الكورة ورئيس النادي وإن شاء الله بإذن الله يرجع لولاده وبيته ويبقوا فرحانين بيه وجمهور مصره كله لأن كابتن الخطيب ما بيمثلش بس النادي الأهلي أو جمهاري النادي الأهلي الحقيقة يعني الأخلاق وقبل الكورة محدش بيختلف عليها الحمد لله كابتن الخطيب خادث الشعبية والحب الجارف من جماهير مصر كلها بسبب أخلاقه قبل فنياته العالية طبعا مناله طبعا الشفاء ويرجع لنا إن شاء الله في وسط بيته ووسط أعضاءه الجماهير فرحانين بيه إن شاء الله بإذنه كابتن إسحاق كلمة لكابتن بيه طبعا نتمناله شفاء العاجل إن شاء الله يرجع لبيته زي ما قال لكابتن شرف وسط أحبابه وطبعا له أحباب في الأالم كلها فلكن إن شاء الله ربنا يرجعه بالسلامة ونشوفه زي العول وأحسن عشان يكملوا مشواره بقى مع النادي زي ما هو بدع كلعيب حاليا هو رئيس النادي فإنجازات تكمل بعدها إن شاء الله فربنا يرجعه بالسلامة أخيرا نكابتن شرف وسؤال مهم جدا أنت بتتولى يعني موليد 2001 وده سن مهم جدا وبيتأسس من خلاله مبادئ النادي الأهلي وقيم النادي الأهلي والإنجازات اللي حقق النادي الأهلي عمدار تاريخ وبتعود أكيد اللاعبين اللي بتضربهم على هذه الجزئية قولي كلامك معهم إيه خلال العمر ده أو الأعمار دي بالتحديد بتقولهم إيه عشان يكونوا استكمال لمشوار طويل جدا لنجوم صابقين في النادي الأهلي والله طبعا إحنا عندنا طبعا الفريق الأول مليان بالنجوم ولعيبة مهمة جدا ومؤثرين جدا فدايما بيبقى الكلام على أفعال اللعيبة الكبار يعني في كل حاجة يعني حتى التجديدات العقود من ضربهم أمثلة باللعيبة كلها وأنتوا شايفين يعني حب الناس ده ما بيتقدرش بماله ويمكن السنة دي الحمد لله يمكن مع الدكتور عمر وكابرين خالد اتعمل حوالي 16 لعيب عقود 2001 يعني كل الفرق في القطاع اللعبة المميزة النادي الأهلي دايما في ظهرهم احنا بيهمنا أن انت ما تبقاش لعيب فنيا عالي جدا احنا أهم حاجة أن انت تبقى ملتزم وأخلاقين لأن اللعيب الملتزم فنيات أولا الالتزام أهم من حاجات كتير جدا هو اللي بيكمل يعني عندنا طبعا نجمينا باركلو طبعا محمد صلاح أعتقد أن فيه لعيبة كانت أعلى منه فنيا كتير جات من مصر لكن هو التزامه وأخلاقه هي المعقليته طبعا يعني ربنا قرموا أنه هو طريقه الحمد لله مشي بتدرج ومحترم لكن هو التزامه وأخلاقياته وطبعا تطوره أنه هو المؤمخ هو اللي مشغله هو ملتزم جدا ويا ما شوفنا لعيبة كتير أعلى منه بكتير فنيا لكن ما قدروش يوصلوا الربع لحقه محمد وعندنا أمثلة طبعا حسام غالي على طول كلامي وحسام عشور كمية البطولات اللي أخدوها مع النادي الأهلي كل ده أمثلة ليهم وهم شايفين يعني هم شايفين بعنيهم اللعيب اللي بيكمل في النادي الأهلي يعني نقول له النادي الأهلي ده قطر ماشي وانت بتحاول تعد فيه أكبر عدد من المحطات ده مثال مهمة قوي وجايد جدا وأنا أول مرة أسمعهم بيستوعبوا الكلام ده وبيفهموا أهمية تواجدهم في النادي الأهلي فترات طويلة وتحقيق إنجازات كتير مع النادي الأهلي وإن ده الأهم كمان إن بيتكتب لهم في تاريخهم حاجات بتبقى تفضل موجودة لأولادهم وأحفظهم فيما بعد يمكن يعني القريبين قوي من الجيل اللي هو 16 و17 سنة أنا عارف إن فيه وقلة كتير بيكلمهم وفعارف إن فيه عروض بتجيلهم من بره والموضوع بالسفر بقى زي أيامنا والأيام اللي قابلينا بقى سهل شوية لكن هو التزامه وإن هو عايز يحقق في النادي الأول وأكبر مثلا رمضان صبحي مثلا تجربة وترزيجية حاجة محترمة جدا فهما شايفين القناة الشرعية والطريق الشرعي لمساريتهم إن شاء الله الاحترافية من خلال النادي الأهلي اعمل اسم الأول في النادي الأهلي وبعد كده النادي الأهلي هو اللي حيبقى في ظهر هو اللي حيفتح لك كل الأبواب بعد كده نصيحك كابتن إسحاق للأجيال القادمة في النادي الأهلي سواء طبعا ناحية ريادية بالتحديد وانت بتتولى أيضا مدرب فريق ألفين واحد حابب تقول لهم إيه والنصيح المهمة بنسبالهم إيه من نوجة نظر والله أنا بنسبالي أعزق أقول لهم لازم يصبروا صبر هو مفتاح كل شيء لما واحد يكون عنده موهبة وكمان ربنا كرمه هو قوة النادي الأهلي مؤسسة كبيرة دي فيها كل حاجات تخليه ينقع فلازم يصبر على قد ما يقدر أن يكمل يبقى قوثء من تاريخ النادي الأهلي أن النادي الأهلي بيكبر أي حد هو اللي بيكبر أي حد مش بس لأنت تكبر نادي الأهلي لا يعمى نقوم اللي بقوا نقوم عشان النادي الأهلي فأجيال الجاية ده وقت لازم يصبروا على قد ما يقدروا يأخذ جزء كبير من تاريخ النادي الأهلي يكون هو جزء من تاريخ النادي الأهلي شكرك كابتال إصحاق بتوفين شكرك أمير شكرك كابتال إصحاق بتوفين شكرا أمير طبعا أستاذ محمد دي كانت لقاءتنا مع كابتالنا محمد شرف وكابتال إصحاق أول مدربي فريق موليد 2001 في قطاع ناشئين بالنادي الأهلي وأكيد كان كلام مهم جدا ورسائل مهمة كمان للأجيال القادمة بالنسبة لنادي الأهلي عشان يستكملوا هذا المشوار العظيم في تاريخ النادي الأهلي من حيث الإنجازات والبطولات العديدة والكبيرة جدا في تاريخ هذا النادي وأكيد بنتمنى لهم كل التوفيق طبعا لكل الأجيال القادمة في تاريخ النادي الأهلي واستمروا في حظ الألقاب لهذا النادي العريق طبعا دي كانت لقاءتنا وأجوائنا هنا يا أستاذ محمد من مقر النادي الأهلي بمدينة ناصر والآن عودة لكتفضل